السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي أهلا بكم في فيديو الحل على قواعد الدرس الأول والتاني Adverbs الظروف أو الأحوال فتحوا معي صفحة 20 نبدأ الأول برقم واحد بيقول The dinner العشاء wasn't not cooked لم يطهى نقط cooked هنا تصريف ثالث ممكن نعتبرها صفة أو تصريف ثالث وزنت يعني لم يكن لم يكن مطهي نقط تمام ممكن نعتبرها تصريف ثالث فتبقى إيه مبني مجهور الماضي بسيط أي أن كان المعنيين واحد Previous معناها سابق فأنا لو ترجمت الجملة إن العشاء لم يطهى سابق مش جاية Proper معناها مناسب أو صحيح تمام مش جاية برضو كمعنى Property ده اسم لا يعد معناها ضيعة أو ممتلكات لكن كاسم يعد Properties معناها خصائص Properly ده ظرف Adverb ظرف أو حال معناها بشكل إيه؟ صحيح أو على أكمل وجه طبعا إجابة واضحة جدا هتكون دي وإحنا أخذنا في القواعد قلنا ممكن Adverb الظرف يصف إيه؟ صفة Adjective والصفة هنا عبرة عن تصريف ثالث ما فيش مشكلة وعندك أمثلة زي مثلا Well educated Well educated هنا عندك الظرف اللي هو Well ده Adverb وصف صفة أو تصريف ثالث رقم اثنين بيقولوا You can telephone during space working hours تستطيع أن تتصل أثناء ساعات العمل ساعات العمل النقط يعني صفتها نقط يبقى محتاجين صفة Normally بشكل طبيعي دي حال أو ظرف Normal دي صفة معناها طبيعي Normality معناها الحياة الطبيعية Normalize ده الفعل معناها يعتبر أن الشيء ده أمر طبيعي إذن إجابة هتكون Normal كصفة رقم ثلاثة بيقول Dina lived in England for many years Dina عاشت في انجلترا لعديد من السنين So she can speak English not لذلك تستطيع أن تتحدث اللغة الإنجليزية نقط خلي بالك في النقط هنا محتاجين حال طب لي يا مستر كيف تتحدث البنت دي اللي هي Dina كيف تتحدث الإنجليزية تتحدث بشكل طبيعي صح بشكل جيد ما محتاجين حال مش صفة وبالتالي هتحزف الاختيار بي good دي صفة وC نفس الفكرة وعندك كده الإجابة يا إما A يا إما D يعني القصة قصة ترتيب عندك extremely أخذناه قبل كده extremely ده ظرف إيه؟ درجة قلنا بعده على طول صفة وضيف عليهم حال برضو ممكن حال يصف حال الفكرة إن extremely الأول وبعد كده الصفة أول حال هنا طبعا هتكون الإجابة A ما تنسوش كلمة extremely معناها للغاية يبقى معنى الجملة على بعض إن دينا عاشت في انجلترا لعديد من السنين عشان كده هي تقدر تتكلم إنجليزي جيد أو بشكل جيد للغاية لازم أترجم إيه؟ بشكل جيد عشان هنا بنصف من الفعل speak وليس اللغة الإنجليزية طب لو عايز أقول إنها بتتكلم إنجليزي حلو فهقول good English واضحت؟ رقم أربعة They are on the beach now هم على الشاطئ دلوقتي They are playing not هم بيلعبوا نقط Outdoor, Outdoors, Indoors, B&C إحنا اتفعنا إن indoor كصفة معناها داخلي ولازم بعدها موصوف أو على قلب تصف اسم Outdoor معناها إيه؟ معناها برضو صفة طبعا معناها خارجي طالما من غير الاس يبقى صفات وبرضو بعدها الموصوف يعني مثال هقول رياضة داخلي هقولها إزاي؟ an indoor sport رياضة داخلي أو an indoor game an outdoor game وهكذا لكن لما نضيف اس للاتنين indoors outdoors كده أنت على طول بتتكلم على إيه؟ إحوال أو ظروف adverbs وقلنا الظرف أو الحال يصف فعل وفي الغالب يأتي إيه؟ يأتي بعده طب نرجع بقى للجملة بتاعتنا outdoor الاختيار الأولاني خطأ لأن outdoor دي صفة زي ما اتفقناه وبالتالي محتاجة كلمة game بعدها مثلا كمان محتاجين هنا an an outdoor game مثلا outdoors في اس يعني ظرف أو حلفة تمشي نفس الكلام في indoors يبقى المعنى اللي هيفرق تقول لي لا ما هو نختار b and c طب والمعنى فين؟ ركز في المعنى بقولك هو دلوقتي هما فين؟ بره على الشاطئ فمش داخلي خالص ده خارجي إذن الإجابة تكون outdoors فقط مش اللي اتنين خمسة football is an space game آه جاب لك موصوفه أو يعني دي أو دي صح؟ سواء indoor أو outdoor المعنى بقى football football دي كرة قدم بتلعب إيه؟ لعبة خارجية يبقى في الخارج صح؟ وبالتالي محتاجين صفة معناها خارجية اللي هي outdoor طبعا أنا كده كده هعزف outdoors و indoors لأنه دول ظروف أو أحوال لكن هنا اتفقنا هنا في إيه؟ adjective صفة و indoor كمعنى رغم إنها صفة مش جاية رقم ستة رودينة has not handwriting رودينة لديها كتابة أو كتابة خط اليد يعني نقط صفاتها نقط محتاجين صفة will كصفة معناها بصحة جيدة فلا يعقل الكتابة بصحة جيدة ولا هي ولا بيه وغير كده إن handwriting ده اسم لا يعد فكده كده مش هياخد آه will ده modal verb معناها سوفة وكاسم معناها إرادة أو وصي إذن إجابة تكون good good كصفة معناها حسن أو جيد يبق إذن معنى إن رودينة لديها خط جيد خط إيه يدوي رقم ثابعة رودينة writes رودينة تكتب نقط a will مش جاية هو عايز يقول إيه جيدا بشكل جيد اللي هي الحال من good good tip a will إذن إجابة تكون well رقم ثمانية عمر runs not than me عمر بيجري أسرع مني خلي بالك فيه than يعني فيه مقارنة تمام fast عايزين er fastly ده حال مش موجود في الإنجليزي يعني حال وهمي ما أنت تقول لي fast هنضفلها ال why فتبقى حال لا أصلا اتفقنا أني fast صفة أو حال صح حسب المعنى اللي اتنين ما قلنا من غير منتظمة نحفظها يبقى fast معنى سريع أو بسرعة وكده كده مش محتاجينها لأن فيه مقارنة في than فنضيف er فتبقى الإجابة إيه faster than me رقم تسعة of all my friends من بين كل أصدقائي هو run quickly اللي بيجروا بسرعة عمر runs not عمر بيجرل أسرع يبقى هنا فيه superlative the est يبقى الإجابة تكون the fastest رقم عشرة بيقول by nature بطبيعته كده mister ayman works not mister ayman يعمل يعمل بجد يبقى محتاجين adverb وإحنا اتفقنا إن كلمة hard تمشي adjective صفة أو adverb لأنها شازة وقلنا كصفة معنى إيه معنى شاق أو جاد وهكذا وكحال معنى بجد أو باجتهاد إذن إجابة تكون hard وقلنا إن كلمة hardly أي نعمة هي adverb بس هناك معنى ما تمشيش لأن معنى إيه بالكاد أو قلمة رقم 11 by nature بطبيعته mister ayman is a not worker يبقى عندك موصفه يبقى محتاجين الصفة بتاعته طب ما هي hard تمشي الصفة أو حال فبرضو الإجابة hard هنا معنى مكتهد يعني رقم 12 by nature mister ayman works not than me عندك than يبقى في مقارنة فانضيف er إذن الإجابة تكون harder 13 of all the 30 hard workers من بين التلاتين عامل المكتهدين 30 in the office في المكتب فmister ayman works not يبقى رقم 1 يبقى superlative يبقى the hardest the est 14 by nature بطبيعته mister ayman واحنا مش ورانا غير mister ayman ولا ايه فيش mister علي by nature بطبيعته mister ayman نقطة twists بيضيع أي وقت any any anytime وفي الآخر كمان at all يعني وانت مغمض hardly فاكرين hardly any أو at all أو ever وإحنا اتفقنا أن hardly any تساوي almost no إذن الجملة دي لو قلتها بalmost هقولها كالتالي by nature mister ayman almost wastes no time at all رقم 15 she became enthusiastic about her new sport very not هي أصبحت متحمسة أو شغوفة بشأن الرياضة الجديدة بتاعتها very hard ولا hardly ولا quicker ولا quickly هو هنا المعنى محتاج كلمة بسرعة فاكرين بسرعة اللي هي adverb بسرعة وبالتاي fast أو quickly المتحمين quickly 16 her achievements إنجازاتها are نقط تكون نقط for other women للنساء الأخريات who are interested in power lifting المهتمين برفع الأثقال طبعا إنجازات أصبحت ملهمة عشان في الاختيارات inspire يعني يلهم طبعا يلهم ما تجيش عايزين ملهمة اللي هي inspiring واتفقنا إنجازات معناها ملهم ملهم مش ملهم ملهم 17 other women who are interested in power lifting look not النساء الأخريات المهتمين بالpower lifting اللي هو رفع الأثقال look يبدونا إيه inspired أيوة كده معناها ملهمين يبقى خلي بالك كده هنكتبها inspiring الأول inspire معناها إيه يلهم وinspiring غير إن ممكن يكون معناها الإلهام inspiring ملهم دي كصفة ملهم لكن inspired inspired طبعا من بعيدا إن هتكون تصرف تاني هتكون ملهم دي كصفة يعني ملهم والاسم منهم inspiration inspiration معناها الإلهام أو مصدر الإلهام 18 she was not treated not by her family because she had down syndrome normal normally normalized normalized هو عايز يقول لم يتم التعامل معها بشكل طبيعي يعني ظرف اتفقنا الظرف بيوصف إيه فعل إنه هو treat معناها يعامل بس هنا جاية مجهول لم يتم التعامل معه إذن إجابة تكون normally عشان الوحيد اللي هنا ظرف رقم 19 Angela is able to do her current job قادرة على أن تقوم بمهمتها الحالية إن perfectly اللي هدي ظرف نقط way دي اسم يبقى محتاجين الصفة بتاعت الاسم تمام والظرف هنا بيوصف الصفة دي عشان ما تتسألش نفسك إزاي perfectly جاي قبل صفة ما احنا اتفقنا إن الظرف يمكن أن يصف صفة وصفة تأتي بعدهم إذن محتاجين صفة الوحيدة الصفة في الاختراض different لأن عندك difference دي اختلاف دي اسم دي فرد دي الفعل يختلف differently دي ظرف أو حال يعني بشكل مختلف طب معنى قملة إيه إن Angela قادرة على أن تقوم بمهمتها الحالية بطريقة مختلفة تماما أو بشكل مثالي بس هنا perfectly معنى تماما رقم 20 Angela قادرة على أن تقوم بمهمتها أو وظيفتها الحالية بشكل مختلف محتاجين إيه adverb يصف الفعل يقوم صح؟ وبالتالي الإجابة تكون differently يبقى differently هنا وصف الدو رقم 21 هو أصيب بمرض اسمه بوليو لهو مرض شلل الأطفال كان أصلها بوليو ميلايديس ومن ساعتها لا يستطيع مش قادر تستخدم كل عضلاته بطريقة هنا جاب الموصوف يبقى محتاجين صفة اللي هي جد بطريقة جيدة وانا شايف ان بيتر تمشي على فكرة بطريقة أفضل من ذي قبل على السن حزفنا ذان واللي بعدها لان منعا للتكرار مفهومة من المعنى ولكن هنا واضح جدا الأقوى جود لان هو ما تكلمش عن مقارنة ما بين الاتنين ما فيش ذان أصدو كده رقم 22 بيقوله he caught a disease called polio نفس الجملة هو تصاب بمرض and since then ومن ساعتها he has not been able to use غير قادر على أن يستخدم كل عضلاته بشكل جيد جدا أو جيدا جدا طيب هنا هتكون جيدا اللي هي well طيب ليه مستمعناش very good very good يعني جيد جدا لشيء أو اسم أنت بتصفه لكن هنا يستخدم بشكل جيد يبقى كده كيف يستخدم بشكل جيد جدا فمحتاجين ظرف أو حال يصف الفعل use وليس اسم 23 بيقول he wanted his family to feel not proud of him هو أراد من أسرته أن تشعر not proud proud يعني فخور تمام كده ودي صفة دي ايه صفة طيب reality معناها الحقيقة طيب ازاي هقول أن يشعر فخور الحقيقة مش جاي ناشي طيب real دي صفة صفة ما تصفش صفة ماشي لكن الظرف ممكن يصف صفة صح هنا ظرف درجة لها really really proud يعني حقا فخور 24 بيقول he wanted his family to take not pride in him take pride in معناها يفخر بشخص تمام وpride ده نون معناها الفخر معناها ايه الفخر فمحتاجين صفة للإسم صح يبقى اللي جابة تكون هنا real يعني فخر حقيقي 25 since that time منذ ذلك الوقت he has been not successful فاكرين لما قلت spectacularly successful يعني ناجح بشكل مبهر يبقى محتاجين هنا adverb اللي هو ظرف عندك extremely ده ظرف ايه درجة طبعا معناه للغاية طب نترجم كده منذ ذلك الوقت هو ايه كان وما زال ناجحا للغاية سليمة رقم 26 since that time نفس الجملة منذ ذلك الوقت he has achieved قد حقق نجاح ايه success دي اسم وبالتالي محتاجين الصفة بتاعتها الوحيدة صفة هنا اللي هي extreme يعني شديد او كثير هنا رقم 27 he has not achieved his goal يبقى هو حقق هدفه الجملة كاملة يبقى حقق هدفه بشكل ايه بشكل اكيد يبقى محتاجين الحال اللي هي certainly الطبيعي ان الحال بيجي بعد الفعل ولكن يجوز بعض الافعال خاصة المضارع التام ان الحال يكون في النص واحوال معينة زي certainly مثلا always الحاجات دي كلها 28 she was not in her talk هي كانت نقط يبقى هنا صفتها في كلامها كانت ايه مبهرة يبقى impressive الوحيدة لصفة هنا هتقول لي لا impressed صفة اقول لك صح دي صفة ولكن معنى ايه منباهر منباهر وعايز يقول ايه كانت مبهرة يبقى impressive يعني ايه مبهر طيب 29 بيقول she talked هي تكلمت بابهار يبقى impressively impressive الصفة بنضف لها الواي فتبقى حال والحال هنا يصف الفعل يتحدث يبقى كيف تحدثت تحدثت بشكل مبهر 30 I not lunch outdoors انا بالفعل اكلت او عندك في الاختراف rarely يعني نادرا يبقى انا نادرا ما باكل الغداء برا صح هنحزف عندك am وام هنا ليه لان انا مش غداء لو قال I am lunch يبقى انا غداء لكن عايز اقول يتناول طيب الترتيب الطبيعي لظرف التكرار ايه مين فاكر هنقول ظرف تكرار بيكون بعد الفعل المساعد يعني عندك فعل مساعد قبله او verb to be وبعده على طول ايه فعل اساسي هنا عندك have بمعنى يتناول الفعل اساسي هتقول لي بس يا مستر هو have وهاز ممكن يبقوا مساعدين ايوة لو بعدهم تصريف سالس زي مثلا الجملة اللي قلناها من شوية اللي هي تقريبا has certainly achieved هكتبها عشان تفهم اكتر has او have مثلا always ظرف تكراره هيكون في النص وبعده تصريف سالس يبقى امتى ظرف التكرار بيكون بعد has او have لو هم افعال مساعدة افعال مساعدة وامتى بيكونوا افعال مساعدة لما يكون فيه تصريف سالس جاي طب هنا فيه تصريف سالس لا اذا ده فعل اساسي بقى ها هنا فعل ايه اساسي فالمفروض يكون ظرف التكرار قبله قبل الفعل خارج 31 بيقول i not out في الخارج for lunch يبقى انا اكون في الخارج يبقى المرة دي have نحزف عايز am طب الترتيب السليم ايه قلنا verb to be ظرف التكرار بعده يبقى ام الاول فتبقى am rarely ومعنى الجملة انا اكون من النادر اخرج من اجل ايه او خارجا من اجل من اجل الغداء يبقى i am out يعني انا خرجت يعني او انا بره رقم 32 which of the following is or are correct ايا من الات صحيح في ايه بيقول i go to school everyday هتقول لي سليم انا بروح المدرسة كل يوم لا خلي بالك فيه فرق في اللغة الانجليزية ما بين everyday اللازق في بعض دي معناها يومي ودي صفة فمحتاجة موصوف بعده فكده كده خطأ صححة هنا بيقول انا بروح المدرسة كل يوم يبقى everyday دول كلمتين معناهم كل يوم لكن everyday دي كلمة واحدة معناها يومي ودي صفة واحنا اتفقنا ان everyday every month والحاجات دي كلها ممكن نبدأ بها الجملة او ننهي بها الجملة زي yesterday نفس الفكرة الظروف اللي بتبدأ في الاول او تنتهي بها وزي ما اتفقنا لما تبدأ بها في الاول لازم بعدها ايه كاما اذا الاجابة تكون ايه b and c رقم 33 بيقول how did you do at the exam how well well good a good فاكرين القعدة اتفقنا اني how well how good فانا اني well دي adverb صح يعني ظرف فمحتاج بعده فعل حركة فليه حركة زي مثلا how well did he study مثلا فعل حركة study a work مثلا لكن good دي صفة فمحتاج ايه فعل حالة verb to be مثلا ايبقى how good is he مثلا ما مدأ جدته وضحت طيب نبص كده على الفعل اللي هنا do ده فعل ايه فعل حركة فعل ايه حركة وبالتالي محتاجين well صح طيب ف34 بيقول هاو نقط are you at math are ده مش verb to be يعني فعل حالة وفعل تقريري وبالتالي good يبقى how good are you at math يعني انت شاطر قد ايه في الرياضيات 35 which of the following is or are correct she walked towards the spider slowly هي تمشت تجاهل عن كبوت ببطء يعني استخدمنا الظرف بعد المفعول به بس بشرط يكون ايه يعود على الفعل سليمة في b she walked slowly هي تمشت ببطء تجاهل عن كبوت برضو سليمة استخدم الظرف بعد الفعل مباشرة اهم حاجة المعنى يا شباب في c بدأ بالظرف slowly بعد كما يبقى ظرف جملة ببطء she walked towards the spider تمشت تجاهل عن كبوت يبقى كلهم صح 36 I haven't gone for walks انا ما زهبتش لتا مشيات نقط since I have been really busy من ساعة ما كنت مشغول later يعني فيما بعد مش جايكة معنى later يعني الثاني او منذكر اخيرا lately مؤخرا قلنا تسوي ايه recently يبقى سليمة اللي جابها تكون lately مؤخرا 37 I have two cars معي عربتين one is a BMW واحدة BMW and the والثانية the latter بالضبط الثانية is a Mercedes مرسيدس طبعا ربنا يوعد 38 she is late for school late هنا خلي بالك صفة صح هي تكون متأخرة يبقى صفة فبيقولك late هنا ايه صفة اللي هي adjective طيب هنا 39 هي في اواخر الايه العشرينات هنا برضو صفة فاكرين احنا اتفقنا في الوضع ده معناها متأخر متأخر على شيء مثلا الصفة في الغالب ما بيجيش بعدها موصوف وهنا صفة في الغالب usually ايه before noun يبقى اتفقنا كلمة late معناها في اواخر او في نهاية حاجة لازم بعدها ايه عدد مثلا ولازم يكونوا ايه متلازمين مع بعض يعني الصفة هنا ما تكونش منفاصلة عيزا موصوف برضو صفة اذا هنا برضو adjective صفة 40 I'll take a later بس دهنا هاخد اوتوبيس يعني لاحق هنا later فالصفة later هنا تعتبر noun اسم اكيد لا طبعا adverb ظرف لا comparative مقارنة او superlative تفضيل لا اذا اللي جاء هتكون comparative واتفقنا الكمparative يعني صفة قصيرة z-e-r وذان طب لو صفة طويلة هيكون قبلها more او less وبعدها than اسمها comparative لكن السيبرلاتف بيكون ذا وصفة قصيرة فيها في الاخر كده suffix est في اخرها لكن لو طويلة the most او the least يعني الاكثر والاقل حسب المعنى طبعا زاد الصفة الا الطويلة ونفاصلة طبعا 41 بيقول she almost has no free time احنا اتفنى almost no تساوي ايه من فاكر تساوي hardly any اذا الاجابة واضحة كده تكون بي she hardly has any free time يعني هي بالكاد عندها اي وقت فاضي هي بالضبط تقريبا ما عندهاش وقت فاضي 42 بيقول he does his best at work هو يبذل قصارى جاهده في العمل what does this mean ده معنى ايه he works hard يعمل بجد تمشي he hardly works يعني هو بالكاد يعمل يعني مش شغال خالص لا he works hardly قلنا hardly معنى بالكاد he has to work hard يعني يجب ان يعمل بجد ده هو اصلا يعمل بجد اذا الاجابة تكون a 43 i like football more than any other sport انا بحب كرة القدم اكتر من اي رياضة تانية ده معنى ايه of all sports من بين كل الرياضات i like football most بحب كرة القدم اكتر معنى قلنا most او the most ده اتنين صح ماشي اهي ده مست يبقى عندك بي صح واي صح اذا الاجابة a and b طيب في دي بيقول of all sports من كل بين الرياضيات او من بين كل الرياضات i like football the least يعني اقل حاجة الاقل ده عكس المعنى 44 she is a good speaker هي متحدثة جيدة this means ده معنى ايه الاختيار ايه بيقول she is good at speaking يعني هي شطرة في التحدث صح she speaks good لا غلط المفروض speak ده فعلي يبقى speaks well محتاجين ظرف او حال طيب she speaks well اهي جات صح اذا النجاح بتكون دي 45 بيقول how hard does he work hard هنا advert طبع عرفت ازاي عشان work دفع الحركة صح معناها يعمل يبقى ما مدى الاجادة التي يعمل به او الاجتهاد يعني يبقى هنا hard معناها ايه باجتهاد which of the following questions ايا من الاسئلة الاتية gives the same meaning how hard is he at work سليمة ولا مش سليمة الجمد دي اساسا سليمة طبعا عشان عندك hard تمشي الصفة برضو طبع عرفت ازاي ان هي الصفة هنا عشان is فعل حالة فعل ايه حالة طيب نفس المعنى نفس المعنى بالزبط how hard is he كان اصلها he is hard صح هو مجتهد يبقى ال day هو مجتهد في العمل فتمشي how hardly hardly معناها بالكاد محتاجين مجتهد نفس الفكرة هنا اذا الاجابة تكون a 46 it is possible that انه من المحتمل ان he comes to work late ان يأتي الى العمل متأخرا this means that ده معنى ايه he possibly كل الاختيارات فيها possibly تقريبا وفيه impossible مستحيل طب حسب المعنى possibly يعني من المحتمل عندك اتنين فيهم من المحتمل اللي هي a و b بس اتفقنا ان possibly تعتبر ظرف تكرار او نفس فكرة ظرف التكرار المفروض تكون بعد ال verb to be بس هنا الترتيب خاطئ المفروض تبقى is possibly ف b ترتيبها سليم ومعناها he is possibly هو من المحتمل ان يتأخر للعمل او يكون متأخر فسليم طب في c بيقول it is impossible that he early is الترتيب خاطئ او المعنى الخاطئ في d بيقول he is impossibly early هو مستحيل يكون باكر للعمل طبعا لا اذا الاجابة تكون b 47 بيقول may has a severe illness may لديها مرض قاسي او شديد فكده معنها ان may ايه is severe illness may تكون مرض قاسي او شديد هي may مرض مش جاية طيب may is severely l واحنا اتفقنا severely ده حال بيصف الصفة l احنا اخدناها بلكده seriously l فسليمة في c بيقول ها severely l هتقول لديها مرض شديد هاقول لك خطأ كل اللي انت ترجمته ده غلط l معناها مريض severely بشكل شديد وهاز لديه لديه مريض بشكل شديد مش جاية خالص عشان ايه عشان هاز ها severe l لا كانت صح لو illness لديها مرض شديد مش مريض اذا اجابة تكون a او هنا b